لم تقتصر التجاوزات في الوقف السني على التنازل عن أملاك الوقف مقابل المناصب بل تعدد ذلك إلى استغلال منابره لأغراض الدعاية الانتخابية في مخالفة واضحة وصريحة ليس لقانون الإدارة المدنية فحسب بل لقانون الانتخابات أيضا ووفقا لهذه التجاوزات أصبح المشايخ ورجال الدين إضافة إلى طلبة وأساتذة العلوم الشرعية ضحية لدعوات يقوم بها الوقف لتجمعات دينية يفاجأون خلالها بتحولها إلى تجمعات انتخابية يلقي فيها سياسيون خطاباتهم على جمع الحاضرين ويتم تصويرها من قبل وسائل إعلام تابعة لهم على أنها تجمعات مؤيدة للسياسيين وتزامنا مع هذه التجاوزات أكدت رئاسة الوزراء على تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية وتشديدها على أي مرشح أو حزب أو موظف أو ناخب يتورط في أعمال تزوير أو انتهاك انتخابي وتفعيل تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يحضر هذه الإساءة لنزاهة العملية الانتخابية إدارة الوقف المستعدة للتخلي عن المساجد من أجل المناصب لا يبدو أنها تكترث لقدسية المنابر مقابل المناصب أيضا اشتركوا في القناة